صمم بطاقة معايدة لأصدقائك وأهلك بطريقة احترافية وسهلة جدا افتح موبايلك أو افتح الكمبيوتر وعمال تصميم العيد سوناطر اعمل معايدة احترافية ولا تنتظر مرحبا يا سعدواتكم أنا محمود الجبني مرى الكاميرا زوجتي هنا مطحان نحصل ناح أفلام عم نحاول فيدكم بهذه المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة هذه الحلقات التي تجدون من سلسل السينماتيك واللعب تم إنتاجها من قبل الفريق وميرا فريق وميرا فريق فني بقدم لكم نخدمها صناعة الفيديو والعنال التجاري وكل ما يتعلق بالإنتاج المرئي من الألف لليها أصدقائي إذا عبتعجبكم هذه الحلقات لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لحتى تضلع طلاع الآخر المعلومات في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة وأيضا أصدقائي لا تنسوا تحطوا لايك وتتركوا تعليق لحتى نعرف أنه عبصر لكم الفائدة وكل عام وأنتم بألف خير بقي تقريبا يوم ونصف للعيد عيد الفطر السعيد أو رمضان بيرامة مثل ما منقول بالتركي بتمنى لكم عيد سعيد ومبارك وتقبل الله صيامكم وقيامكم ونسأل الله أنه هذا العيد يكون يجمع شمن الأحبة كلهم وما يترك أي مظلوم عبن ظلم وأيضا يعم السلام على كل المسلمين والمؤمنين وجميع البشر في هاي الكرة الأرضية اللي عايشين فيها من القلب مني ومن راما ومن فريق وميرا أجمع من لكم كل عام وأنتم بألف خير ولهيك من نسبة العيد قررنا أنه لعلمكم كيف تعملوا تصميم العيد بطريقة جميلة واحترافية بشوف كثير من الأصدقاء ومن الأهل على الواتساب على الستوريات بيبعثوا صور جاهزة من النت بدون ما يكون عليها أسماءهم لهيك فكرت أنه ليش ما بعلمهم طريقة أنه يفتحوا تطبيق من الكمبيوتر أو من التطبيق ويعملوا تصميم رهيب واحترافي جدا الأمر كثير بسيط ما بيحتاج لكثير أن يكون عندك خبرة بالتصميم ويكون عندك خبرة بالخطوط وإلى آخره راح أعطيك شيء جاهز لحتى تقدر تعمل هذا التصميم أو تعمليه هذا التصميم يا ست الحبايب مع أنه أنا متيقن ست الحبايب ما رح تعمل هذا التصميم ورح تكتفي بس بوردة وكل عام متو بخير أو تعلقك أنت وتقول لك عملي تصميم لحتى أبعته لخالتك ولعماتك بيكون عليه اسمي بس مو اسمي صريح حط أم محمد بالأخير اللي بدك يتصرف وعمل هذا العيد لحتى تكون سعيد ولحتى تفرح كل شيء حواليك وتعايدهن والهم من هيك أنه ما تطنش وتعايد كل شيء بتحبه وكل شيء حتى ما بتحبه هيفرصه لحتى تقربه القلوب من بعض بكل بساطة يا أصدقائي في عنا أكتر من تطبيق فينا نستخدمه لحتى نعمل هاي الطريقة يعني هاي الطريقة فيك تطبقها على أي تطبيق تصميم أنا راح أستخدم تطبيق اسمه المصمم العربي واللي هو فيه خطوط عربية رهيبة وفيه ميزات كتير حلوة أنا شخصيا منزله على الموبايل وكل شيء تصميم على الموبايل أنا بعمله عن طريقه طبعا مو تصميم تجاري بقصد مثلا بدي نزل ستوري أو بدي اعمل شيء يكتب عليه النصوص بيستخدم هذا التطبيق شخصيا طبعا في عنا موقع تاني أونلاين اسمه فوتوبيا وهذا فيك تفتحه من الآيفون أو تفتحه من أندرويد أو تفتحه أونلاين من الكمبيوتر وهذا شبيه تماما بالفوتوشوب فيك أيضا تعمل عليه هذا التصميم وعنا أيضا لأسحاب الآيفون فيه تطبيقات مختصة جميلة جدا مثل تطبيق أندلوسي بدأ التطبيق رهيب جدا للتصاميم العربية ولحتى تحط خطوط عربية على الصور أيضا فيه تطبيق على الآيفون اسمه المصمم فيك تستفيد من نوع تاري اللي بناسبك وبلش خلوني هلا انتقل للتليفون ونبلش الشرح كيف نعمل معايدة احترافية فتحت جوجل يا أصدقائي وبحثت بالصور كتبت بكل بساطة صور معايدة للعيد بدون نصوص وإنت فيك تكتب البدكية وتبحث على خلفية بدنا خلفية حلوة لحتى نكتب عليها ونعمل التصميم بشكل جميل فيه عنا خيارات كتيرة فيك تختار اللي بناسبك شايفين مثلا هاي الصورة فينا ناخدها ونحن نبلش نعدل عليها تحت ونكتب النصوص اللي بدنا إياها تحت وعلى سبيل المثال يا أصدقائي اخترت أنا مثلا هاي الصورة أنا بضغط عليها ضغطة مطولة وحملتها وصارت عندي على الموبايل وبروح أنا باتجه للتطبيق اللي بدي صمم علي الكتابة وبكتب عليه شو بدي وأنا هذا التطبيق بدي أستخدمه على الموبايل مثل ما قلت اسمه المصمم العربي رح أعمله open بفتح عندي بهذا الشكل في شي عنا عمل جديد في عنا مشاريع محفوظة في عنا شرح استخدام عمل جديد بقل لك أنه بدك تكتب على لون يعني أنا بعطيك لون وتكتب المصوص اللي بدك يا أو جيب صورة وانت تصمم هاي الصورة فرح نقل له صمم عصورة ورح نجيب الصورة يلي حملناها يلي موجودة عنا بالستيديو اخترنا استيديو وهي الصورة بقل له أوكي وصارت عندي بهذا الشكل هون بقل لك اختار لإياس البدك يا فأنا بختارها أورجينال مثل ما هي أوكي صارت عندي بهذا الشكل يا صدقائي موجودة أيضا فيني اضغط مباشرة على الكتابة هون واكتب نص اكتب مثلا أخوكم محمود الجبلي وبعمل أوكي وباشرة صار النص عندي هون فيني صغره هيك وحطه هون بهي الزاوية بكل بساطة أيضا فيني اعمل نوع الخط غير الخط اللي بتكن يا شايفين بكتب لك يا مباشرة كيف بدي يكون شكله نهائي لهذا النص أنا هذا النص أو هذا الخط اللي حطه أنا عطول بستخدمه فعجبني أوكي برجع هيك أيضا بغير لون النص كيف بدي أنا أعمله مثلا بضغط على هيك بحاول أعمله نفس هذا يلي محطوط أوكي صار نفس الشي فيني أعمله ظل إذا بتكن نعمله ظل أسود أو ظل اللي بتك يا أو تلغي وأيضا فيك تحيطه مثلا بهيك هاي ألوان ممكن تعمل هذا اللون يلي هو الأحمر وفيك تخففه أكتر هيك الساوي بهذا الشكل أوكي ومنشوف يا أصدقائي صار عنا التصميم جاهز بكل احترافية ومعايدة جاهزة تعمل حفظ الصورة وصارت عندك على الموبايل طبعا أصدقائي فيك تعمل شي أكثر احترافية بهذا التطبيق فهلا رح جيب خلفية بدون ما يكون عليها هاي الكتابات ونحن نكتب هاي النصوص ونشوف كيف دي يطلع عنا التصميم مثلا يا أصدقائي كتبت أنا خلفية إسلامية وطلعوا لي هدول بكل بساطة فيني ابحث بالصور وبطلع لك خيارات كتيرة مثل ما أنا شايفين ننفرض أنه أنا هاي الخلفية عجبتني بضغط عليها ضغطة مطولة وعملوا دون نود إمي وصارت عندي على الموبايل وبروح مباشرة للمصمم وعملنا له عمل جديد وجبنا صمم على صورة ورح نجيب الصورة من الستيديو أوكي أورجينال أوكي وصارت عندي هاي الصورة هلا في شي جميل ممكن نعمله كتير احترافي من روع الإضافات ومنعمل شي عبارات فينا من هذا التطبيق نجيب عبارات جاهزة وبتدور على العبارة المناسبة جمعة مباركة إلى آخره وهي العبارات يا أصدقائي اخترت أنا عيد سعيد فيني جيبها وحطها هون بهذا الشكل هيك مثلا أيضا بضغط على لون الشكل وفيني يغير لونه كيف ما بدي مثلا هذا اللون كتير جميل وأيضا فيني يضيف أشكال مثلا هون في عنا كتير أشكال حلوة مثل ما أنا شايفين في عنا الأشكال بدنا ياها مثلا لحتى نكتب الاسم لنفرض أنه هون فيني يجيبها وكبرة هيك ممكن نغير أنا أيضا لونه وأعمله بهذا الشكل منشوف هيك يا أصدقائي صار عنا كتير جميل هيك أوكي أيضا هلا منروع الكتابة ومنكتب مثلا في أختكم راما طحان أوكي فيك تنزلها تحطها هون وأيضا تروع على نوع الخط تغير الخط اللي بدك يا أنا أجبني هذا الخط ممكن تختار نوع النص تحطه أبيض ممكن أيضا تحط إحاطة تحط مثلا هيك شايفين يا أصدقائي هيك صار عنا تصميم رهيب تعمل أوكي تجهيز المشروع حفظ الصورة وصارت عندك بالستيديو وبعتها على ستوري الواتس أب وبعتها لأصدقائك نفس الطريقة أصدقائي بتجيب صورة من جوجل بتصمم عليها إما على موقع فوتوبيا اللي فيك تفتحه من الكمبيوتر تفتحه من الموبايل أندرويد أو آيفون أو تفوت على الآيفون وتحمل تطبيق أندلوسي أو تطبيق المصمم أو على الأندرويد مثل ما شفتوا هذا التطبيق يلي شرحنا عنه يلي هو المصمم العربي ولا تنسوا أن تستمتعوا بالعيد وتشوفوا أهاليكون استسمحوا من الناس اللي غلطوا بحقه وأيضا يلي غلطت بحقه هي فرصة لحتى تأربوا لقلوب وترجعوا المياه لما جاريها أتمنى نكون عن فيدكم بهذه الحلقات أصدقائية اللي اعتجدوا من سلسلسلسة لما تجدوا إنتاجها من قبل فريق كوميرا فريق كوميرا فريق فاني أقدم لكم خذ ما صناعة الفيديو والعيناء التجاري كل ما يتعلق بالإنتاج المرئي من الألف للياب إذا بتعجبكم هاي الحلقات أصدقائية لا تنسوا تشتركوا في القناة وتعليزون الجرس تحت تضلوا على بطلع الأخر معلومات في علام صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة لا تنسوا تحطوا لايك وتتركوا تعليق لحتى نعرف إنه أتصلكم الفائدة أنا محمود الجبني وراء الكاميرا زوجت أنا مطحان نحصلنا أفلام عم نحاول فيدكم بهذه المعلومات القصيرة والسريعة في علام صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة منقلكم كل عام وإنتوا بخير ومنحيييكون ومنقلكم عيد سعيد وسلامات